اشتركوا في القناة بتيجي بموجات موجة بيبع لها زي بيك أو بتزداد للانتشار وبيعلو لحد القمة وبين بتدي يقلل تاني الموجة دي موجة الاولانية بعد كده بتظهر موجة تانية بتبقى أشرس من الموجة الاولانية لأن واجدهم مثلا زي الموجة التانية بتبقى أشرس من الموجة الاولانية لأن الناس بقى فيه نسبة استهدار شوي من الناس في ناس بتبقى عندها يعني بتاخد مثلاً الكورونا والموجة الأولى بتتعدي الكورونا بتيجي تتعدي مرة تانية ما هو لأن الأجسام المضادة بالضبط لأن الأجسام المضادة اللي بتتكون ضد الفيروس بدأيش حوالي 6 شهور أو 5 شهور فبالتالي ممكن الإنسان اللي يصيب قبل كده معرض برضو الإصابة مرة تانية بس بتبقى أخطر لأنه هم واجدوا في فرنسا اللي بتدت نسبة الإصابة في الشباب والمضاعفات في الشباب أكتر يعني هنا زمان كنا في الموجة الأولين بقولون اللي بيصاب أو الخطر أكتر على ضعاف المناعة وكبار السن دلوقتي أصبح الشباب بتدى يتعدي أكتر وبقى فيه في الرعايات المركزة في فرنسا مثلاً القطالية بتدعب بقى فيه ناس من الشباب كثير نعم كان فعلاً الموجة الأولى كان بيقولوا أن الكبار السن هم المعرضين أكتر لكورونا بالذب طبعاً لكن دلوقتي أصبح الخطر على الجميع يعني هي مرهش بقى سن محدد ولا لها اللي هي سن مثلاً الكبار ولا كده كله حتى في الأول كان فيه أعراض معينة وسنزدي التنفس زي السعال الجاف لكن دلوقتي أصبح الأعراض المعاوية بيجي بإسهال يجي فيه فقد الحسط الشم والتزوق الحاجات دي كانت قليلة زمان عاد فيه ممكن يجي إسهال ويجي نزلات معاوية كده غريبة وبعدين يكشف أو يعمل مسحة للبيسي آر يتلاقي نفسه إيجاية طبعاً فيه ناس مش بيبان عليها طيب أعراض زي مثلاً كابتن محمد صلاح ربنا يا ربي ايش فيه نتمنى للشفاء العاجل يا ربي ما كان شي برضو عنده أو حاسس بأعراض يعني 50% من الناس بيبقى مفيش أعراض و50% أعراض 50% الأعراض دولت منهم حوالي 90% أو 85% منهم بيبقى الأعراض بتاعتهم بسيطة ممكن يجي برشح بسيط عطس دي تنفس كحة خفيفة درجة حرارة ممكن تبقى 37.2 من 10 أو 37.5 اللي هي اللي ممكن ما تبنش خالف طب إمتى خافه أقول روحوا الدكتور لو الأعراض ظهرت أو الإنسان كان مخالط لحده أو ممكن أنا بقى مخالطة الواحد عنده كورونا بس أنا معرفش أنه عنده كورونا بالضبط فالواحد ياخد احتياطه لكن إفرض مثلا أنا حسيت فيه كحة نشفة وفيه درجة حرارة عالية وفيه في التنفس أو عندي إسهال أو فقد حاسة الشم والتزوق مهم جدا أدام فيه فقد حاسة الشم والتزوق ديت ما بتحصرش في الإنفلوانزة عموما لكن بتبقى موجودة في الكورونا فالواحد يبتدي يقلق ويبتدي ياخد احتياطاته ده بشيء أساسي بس بيزداد أخذف الإحتياطات علشان قريبه واخوه وأهله ما يتصابوش فالأخذف الإحتياطات سواء تدابير احترازية زي الكمامة زي غسل الدين زي التباعد الاجتماعي غسل الدين بالماء والصابون أو بالكحول والتباعد الاجتماعي دي أشياء مهمة جدا المفروض الإنسان ياخد حزره منها يلتزم بيها وياخد حزره من الانتشار العاد لأن اللي بقى لنا دلوقتي هو المناعة بتاعتنا العلاج مفيش علاج المصر الحمد لله ظهرت بوادر بس لسه لم نطبع هو فعلا أنا كنت عايزة أرجع لحضرتك للنقطة دي بتاعت الموجة التانية أنه هو بيقوله شركة بايزر لقيت لقاح هل فعلا صحة كده ولا؟ هم أعلنوا من اللي هو نسبة الشفاء منه 90% والتقنية بتاعته تقنية كويسة والف دي ايه اللي هي منظمة الدواء والغزاء الأمريكية حدبت في أمره وبقى فيه تجارب لاحقة تانية لتأكيد الكلام لأن كل شركة زي فيه لقاح روسي فمتلعت بكده وبعد التجارب لقوا فيه أعراض جانبية له فايه ما سمحوش بيه فإن شاء الله نعمل اللقاح ده تنقذ البشرية ويكون حاجة كويسة إن شاء الله هو فيه له مباشرات كتيرة يعني طب معنا إبراهيم من أسيوت بايه مفضح استنوا عليكم عليكم السلام اتفضل بايه مفضح من أسيوت عدنا لسا نحضرتك ايه الفرج من الفرونج العادية عرض الفرونج العادية وعرض الفرونج تماما فإن فيها سيئلة عند حضرتك تاني لا لا بتعزعش الفرج من اثنين نعرفها سيئلة طبعا يا فرونج باشكر حضرتك على اتصالك حضرتك سمات السؤال هو الفرق بينهم مفيش حاجة فاصلة اللي احنا نحلف عليه لأن الأعراض متشابهة دي كلها فيروسات تنفسية الفيروسات التنفسية متشابهة مع بعض هو الكورونا بيصيب الجهاز التنفس السفلي والإنفلونزا بتصيب الجهاز التنفس العلو ففي الحرقان اللي بقى موجودة في الحلق ممكن السخونية دي كلها من أعراض الكورونا بيبقى أكتر الرشح مع الإنفلونزا وسيلان الأنف والرشح مع الكورونا بيبقى أعلى تكسير العظام والوهن الشديد بقى موجودة مع الكورونا أكتر أكتر من الإنفلونزا يعني يقول لك أنا جسمي محدود مش عارف حتى أفك الزرار ولا أقفله دوة الوهن الشديد ولكنه أخد علقة جامدة ده ودي التنفس طيب ولا بتبقى في معقلة مثلا متأخرة لا دي التنفس بيبقى في الكورونا أكتر من الإنفلونزا طيب عايزين نعرف الفرق ما بينها وما بين الموجة الأولى الموجة الأولى كانت الأعراض بسيطة والفيروس كان لسه ما تحورش إلى حد ما أو التحورات بتاعته كانت بسيطة فكانت الأعراض الشائعة اللي هي الحرارة كانت حتى يقولوا أكتر من 38 درجة بس اكتشفوا اللي هو ممكن يبقى أقل كمان ممكن تبقى 37 ونص دي التنفس السعال الجاف حلقان في الحلق دي كلها كانت الأعراض الأولانية وكانت ممكن تيجي بإسهال بالنسبة حوالي مثلا 3-5% لكن دلوقتي أصبح في الموجة التانية النسبة زادت ممكن تيجي بنزلات معوية أو بصورة فقد في حسة الشم والتزوق دي ابتدت تعلق أكتر عن الأول يعني بقت النسبة فيها أعلى من بالضبطة معنا محمود بن أسيوت سلام علي أتفضل فن أتفضل فن أتفضل بس اسمعنا من التلفون بلاش التلفزيون معلش تفضل كلها فتصورة نسبة لأبريكا التنفس والإتفاع لدرجة الحرارة هل ده مرشل كانت لدرجة كورونا ولا لا تمام في أسللة تانية لا ترغيكا من شكرا بشكر حضرتك هو دي التنفس طبعا دوت حاجة مهمة جدا ملازمة للكورونا مع درجة الحرارة هو بيسأل هو هل هو يعني دي التنفس دي به هو أخلاص كده تأكيد أن ده كورونا هو مش حاجة أكيدة بس بنسبة كبيرة مثلا بنسبة 70-80% هو كورونا لأن الفيروسيت التانية مش كلها بتعمل كده أو بتعمل كده في مراحل متأخرة خالص فالكورونا بالذات بيبقى في معها دي في التنفس بيبقى في نهجان وأهم حاجة بيعمل أو بيشوف نسبة تشبع الأكسجين في الدم المفروض ما تقلش عن 92 لو 92 فما أقل يبتدي يخاف فوق 92 يبتدي يبقى متطمن شوية فهو المعيار بتاعنا اللي هو نسبة تشبع الأكسجين في الدم ده مهم جدا طب هل في مدة محددة من وقت الإصابة للتحول للمضاعفات يعني من زيره لسبعة أيام دي بتبتدي الأعراض تظهر بتبقى أعراض خفيفة في اليوم الثامن لو أصبحت فيه درجة حرارة عالية فوق الثمانية وتلاتين يبتدي ينخاف من أو اللي بيبقى فيه عدوى أو بيبتدي مضاعفات فلو درجة الحرارة السبعة أيام الأولانيين ما بتنزلش وما زالت أو كانت مختفية أو بتدت تزيد تاني في اليوم الثامن بنعمل سيتي أو أشعة مقطعية عشان نشوف هل في مضاعفات اللي هو إصابة الرئة بعدوى بكترية فوق العدوى الفيروسية ولا لا هدي مهمة جدا بجانب اللي هو بيقيس نسبة الأكسوجين في الدم ودي مهمة جدا لأنه ممكن الفيروس يبقى موجون ومتمكن والإنسان مش حاس بيسموها أو النقص الأكسوجين اللي الإنسان ممكن ما يحسش به فبالتالي ممكن مرة واحدة ما يدي أعمل أخوف برضو عند الناس وخاصة بالتدروات الازدحام اللي في الشوارع ووقت الزروة اللي هو بتاع الشغل بالنسبة بيبقى فيه احتكاك كتير تماما هو الكمامة دي شيء أساسي وطبعا وزارة الصحة ورئيس الوزراء كان نزل قرار اللي هو ما مش هيلتزم بالكمامة هيبقى فيه غرامات تصل تقريبا لأربعة تلاف جينية وحاجة زي كده فالحكومة مشددة جدا والناس مفوط تلتزم لأن المصلحة في الأول والأخير للمواطن فوقت الزروة المفروض يبقى فيه التزام بجانب يعني لو قاعد الواحده في عربية ماشي ممكن ما يلبسش الكمامة لكن جنبه حد أو موالك بقى في بوشة الزحام مفروض يبقى الكمامة دي مثلا بتمنع بتمنع بنسبة كبيرة مش هتمنع ما في المية بس الواحد بياخد حزره وما بقاش مقصر قدام ربنا سبحانه وتعالى قدام نفسه طيب احنا عايزين حضرتك تكلمنا عن تحولات الفيروس في الموجة التانية عن الموجة الأولى هو أنا كنت كنت تكلمت مع حضرتك اللي هو فيه اختلاف الأعراض بجانب اللي عدد فيه حصل حوالي أكتر من 200 طفرة التفارات ديت لأنه هو فيروس RNA virus أحد الشريط فدوا بيبقى الفرصة الميوتيشنز أو التفارات فيه بتبقى أكتر فهو كل شوية بيغير من نفسه يعني هو في الأول خالص كان بيصيب الحيوان فقط وبعدين اتنقل من الحيوان لحيوان اسمه البنجولين ابتدى يطور نفسه ابتدى يتحول من البنجولين أو اللي هو الحيوان دوت للإنسان وبعدين دلوقت عاد بيصيب الإنسان فابتدى يطور من نفسه اللي هو بدل ما بييجي بأعراض تنفسية أصبح بييجي بأعراض معاوية هو إسهال وقيق وغسيان وكده بجانب اللي فيه سلالة دي 614 دي تبتدى لما حصلت لولامة قالوا اللي هو ممكن يبقى أشد فتكا وأكثر انتشارا من سابقه عشان كده كله متخوف والفترة دي كله متخوف معاني لأستاذ محمد من الشرقية السلام عليكم عليكم السلام عليكم اتفضل 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 والله أنا أعني أشد عمله عنده رشح هو ضوء مسؤول وذكر بأي وقد عنده عدي وغسي ركت عندي عنده 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 لايه؟ معلش؟ عن رشحة مستفيرة وكشفة مستفيرة وكشفة مستفيرة يعني حضرتك متخوف مثلا من دي ممكن تكون على قورونا؟ أمام الشاهمان الضيق في النفص؟ ها طبعا ماشي باشكر حضرتك كيف أنت؟ يقول ابنه كشف له عنده الدكتور وقال له كان فيه عنده رشح يعني في الأنف وكذا فهو تقريبا كده متخوف أن هم هو لو زي ما أنا سمعت اللي هو كان عنده اللوز ابنه عنده اللوز كطف اللوز عموما لا هو الدكتور بيسأله ابنك عنده اللوز قال له لا تمام لا هو بس هو بس متخوف من موضوع كده الرشحان المستمر هو الرشح المستمر في الغالي بيبقى مش كورونا يعني بقى انفلوانزة عموما بس طبعا زي ما قلت حضرتك في الأول هي مش الأعراض اللي هي ديفنيت اللي أنا هقول دي كذا ودي كذا مفيش حاجة بتفتق 100% فهو ابنه هياخد الاحتياطات اللازمة ومن حسن الحظ أو من قدر ربنا سبحانه وتعالى من رحمة ربنا اللي الأطفال بيبقى مشاكل فيهم أقل فهياخد احتياطه وبعدين بياخد فيتامين سي زي اللمون والجوافع مهمة جدا يشرب سوائل دافية كتير زي حاجات زي اللاكتوفيرن فيتامين دال في مضادات حيوية دي بتعمل تحسين في المناعة بحيث الإيه الإنسان يبقى مناعته قوية يواجه الفيروس لكن لو هو عاوز يتطمن فيه تحليل أولية للاشتباه بالكورونا زي سورة الدم زي السي أربي اللي هو بروتينسي التفاعلي زي الفيروتين وزي الدي دايمر لو هو شاكك ممكن بيعمقهم لما لأي تحليل من دول صورة الدم مهمة جدا صورة الدم بأكلات الدم اللي هو بتقل خاصة من خلال ينفوية ودي مهمة جدا لو أقل من ألف يبقى فيه مشكلة بالنسبة له فلازم مع الكشف مع الطبيب يكون فيه تحليل والتحليل التأكدية بيلبسي وبنسبة للحيوانات مثلا للقطة والكلاب بتنقل دي بتبسهم مثلا لنقل عدوة الإنسان يعني ما فيش إصابات منها ظهرت لحد داتها لحاجات ندرة قالوا من حوالي ستة شهور كده اللي فيه كلب أصيب وتلاقوا فيه إصابة فيعني الحيوانات الأليفة إحنا نمنعها اللي هي تخالط الحيوانات الغير أليفة أو الحيوانات الشرسة اللي هي الـ الحيوانات ديت زي الخفافيش الطيور زي الخفافيش وحيوان زي حيوان البنجولين وفي القطة البرية الحاجات ديت ممكن أثبته اللي هي فيها الفيروس فممكن بالتالي أدام هو بتتنقل ما بين الحيوانات طب ولو هي نقلت العدوة ممكن تنقل العدوة للحيوانات أليفة والحيوانات الأليفة تقيد الإنسان فده شيء وارد لكن الحاجات دي نادرة طب لو عادت الإنسان التحولات والمضاعفات بتاعتبها من الإنسان بالضبط بتتغير لما تتنقل من فصيل لفصيل زي الإنسان للحيوان للطيور بتبتدي بقى فيه تحورات أشرس لأن الفيروس لما بيخش جسم إنسان أو حيوان بقى فيه المستقبلات لكل إنسان أو حيوان الخلايا بتختلف بينها وبعضها فبتدي يحور نفسه ويدي فرصة اللي ممكن التحور أو الطفرة اللي تحصل تبقى أشرس من الأول طب بالفرق ما بين المضاعفات اللي مثلا لما تتنقل من شخص لشخص وما بين مثلا من حيوان لشخص المضاعفات يعني ملهاش رول أو ملهاش سقف أنت ممكن تتوقع أيها لكن بالنسبة للإنسان يعني هو لما كان بيصيف بيصيف الخفافيش ما كانش ما كانش له دعا وبالبني آدم خالص لكن لما بدأ يصيبه الإنسان بدأ يبقى عليه أبحاث وشوفنا التغيرات اللي بتحصل في الإنسان فقط من بالك لو تحور مثلا أو دخل جسم حيوان وبعدين الحيوانات فصائل مختلفة فبتبقى وإحنا قلنا اللي هو أحد الشريط اللي هو ميسينجر رن ايه رن ايه أصدي فبيبقى التفارات والتغيرات فيه أكثر زي التفارة الأخيرة اللي قلنا عليها أصبحت أكثر انتشار من قبلها أكيد فيه طبعا الحيوانات الأليفة طبعا كويسها كل حاجة وفيه ناس بتحب تربيها بس الواحد ياخد حزره منها ما يخليها اشتقال هو فيه تخوف دلوقتي من حكاية تربية الحيوانات خاصة في المرض لكن هو الانتقال من الحيوانات الأليفة للإنسان حاجة ندرة بس الواحد ياخد حزره بحيث التفارات والحاجات دي على بال ما تدرس ويبتدي يبقى لها إثباتات وكده ممكن تاخد وقت طب احنا عندي نذكر المشاهدين معنا بالنسبة للأكل المناسب اللي هو بيقو المناعة بالضبط زي ما قلت حضرت كده سؤال جميل جدا احنا دلوقتي لا نملك إلا تقوية المناعة هي ديت الخط الدفاع المهم جدا للفيروس احنا قلنا مفيش علاج وقلنا اللقاحات في قيدة التجربة وليسه لم يثبت شيء فأهم حاجة انا بالنسبة لي المناعة المناعة تقوية الغذاء اللحوم مهمة جدا علشان الأجسام المضادة اللي في جسمنا دي تبارى عن بروتينات فالبروتينات بتيج من إيه؟ من اللحوم طبعا الفيروس اسمه الفيتامين سي مهم جدا زي اللي موجود في الليمون البرتقال ومن حصن الحظ ورحمة ربنا اللي الشتاء يبقى فيه البرتقال والليمون والجوافة مهمة جدا واليوسفي طبعا حاجات دي كلها موجودة فيها غناب الفيتامين سي فهو مناعة ربانية بجانب بقى البعد عن الحاجات اللي ترهق المناعة زي السهر طول الليل الاجهاد المستمر لازم بقى فينهم كافي وراحة كافة طيب عزين بس نختم باخر حاجة النصائح لحضرتك ممكن تقدمها للمشاهنين قو منعتك رقم واحد اخذ حذرك بالاحتياطات الاحترازية سواء كانت كمامة او غسل الادين الدولي بماء والصابون ولو مفيش ماء والصابون يبقى فيك حل الحاجات دي هات مهمة جدا انت بعد الاجتماعي صحتك غالي عليك فحافظ علي بشكر حضرتك فاندي بنورتنا النهاردة وسعيدة بلقاء حضرتك معي وبكده تكون نهاية حلقتنا واستنونا ان شاء الله بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج ساعة مع الجهاد لتنيني ساسا وامسا اشتركوا في القناة الناس اشتركوا في القناة